تسلم فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا في قصر كادريور بالعاصمة الإستونية تالين تسلم أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفيرا لمملكة البحرين لدى جمهورية إستونيا والمقيم في برلين وقد نقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس جمهورية إستونيا تحيات حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم ما يده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية ولجمهورية إستونيا دوام التقدم والازدهار مؤكدا سعادته أهمية تعزيز وتكثيف أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية إستونيا على كافة الأصعدة من جنبه كلف فخامة رئيس جمهورية إستونيا سعادة السفير بنقل تحياته لحضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الصديق المزيد من النماء والازدهار ولسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة